موسيقى مساء الخير قدمت الدولة البرهانة العملية الأولى على تأجيل الانتخابات فأرجأ مجلس الوزراء تأليف المطبخ الانتخابي المتمثل في الهيئة المستقلة وطلب رأيا قانونيا في مهلة تعيينها ومباشرة أعمالها بقطع النظر عن شكل القانون الذي سيقر في مجلس النواب ومدى التزام الحكومة قانون الستين وتحت سقف مجلس الوزراء وقع الطلاق رئيس الجمهورية وقف مع تطلعات الشباب على اختلاف طوائفهم مؤيدا مرة أخرى إقرار قانون الزواج المدني فيما رئيس الحكومة كرر أن الجو غير ملائم واستئناسا طلب الرئيس ميشيل سليمان إحالة مشروع الياس الهراوي على وزيري العدل والداخلية لإعادة درسه وإذا تقاع سنة فسيقدم عدد كبير من النواب اقتراح قانون وفقا للأصول والدولة الطالق من كل التزام فإن المجتمع المدني لا يتوخ منها أي إنجاز فأي رئيس حكومة سني سيقدم على هذا الانتحار السياسي عبر تشريع الزواج المدني إن رفيق الحرير بقدرته الهائلة عطل هذا المشروع على زمن وصايته وحكمه وإمبراطوريته التي لم تكن تغيب عنها الشمس أما الحاج نجيب مقاتي فللتو عاد مزهوا من لقاءات سعودية ردت إليه الروح السياسية وليس مستعدا للزواج في الوقت الراهن ويبقى الأمل في سعد الحريري غير أن الرجل مهمات جمة حاليا وهو منكب على إعداد مشاريع قوانين انتخابية بديلة سيطرحها يوم الخميس الدكتور في القانون الدولي والتشريع المحلي سعد الحريري لن يعير الأمور الثانوية اهتمامه لأن قانون الانتخاب أولا وحتى لو فكر الحريري في تأييد الزواج المدني فسيتذكر أنه سعودي الإقامة والجنسية وأن الانطاوع سوف يلقيون عليه الحرم ويكفي أن يقرأ خبرا نشر اليوم يفيد أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أمرت بإغلاق معرض للدين الصورات في السعودية بهدف فصل الإناث عن الذكور من هذه الحيوانات المنقرضة والحريري ليس مستعدا للانقراض السياسي وأمام هذه الآراء يصبح الزواج المدني أرملا قبل إتمام الزفاف مع فرض ضريبة على مؤيديه تكمن في سماعهم فتاوى الشيخ محمد رشيد قباني الذي بات يضرب بسيفين الشريعة والمجلس الشرعي لكن شرع قباني لن يلزم الشباب اللبناني الرافض لقوانين التحجر باسم الدين وحكاية خلود ونضال لن تشبه هذه المرة زواج المساكنة السياسية بين اليس الهراوي ورفيق الحريري عام 98 لأن ربيع الزواج المدني قد أطلق أو أطلق أولى شراراته ربيع آخر لاحت رياحه من تركيا مع تحريك ملف المخطفين اللبنانيين وغدا يتوجه رئيس الحكومة على رأس وفد وزاريا إلى أنقرة للقاء رجب طيب أردوغان بناء على طلبه بعدما زار أردوغان الدولة القطرية وفي المعلومات أن وزير الداخلية مروان شربل الذي كان يتواصل مع أبو إبراهيم نقل دفة التواصل المباشر إلى شخص آخر بعد أنباء عن وفاة المضياف الخاطف جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدة الحاضر الأبرز فيها زواج المدني وتكليف لجنة وزارية متابعة قضية الأسير جورج عبدالله ملف الزواج المدني انعكس طلاقا في المواقف بين رئيسي الجمهورية والحكومة من لحظة انطلاق جلسة مجلس الوزراء أطلق الرئيس ميشيل سليمان موقفا واضحا حيال الموضوع معتبرا أن من الواجب بحثه عبر إحالة المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء عام ثمانية وتسعين إلى وزيري العدل والداخلية لإعادة درسه أو تكلفهما إعداد مشروع جديد بالاستئناس بالمشروع السابق وأضاف سليمان إن أهم مرتكزات الوحدة الوطنية هو قانون الأحوال الشخصية وقانون الانتخاب موقف سليمان من الزواج المدني نقله وزير الأعلام عقب الجلسة وبالأمس أقدم كل من خلود ونضال على إبرام عقد زواجهما لدى الكاتب العدل فيما يعمد عبدد كبير من الشابات والشبان إلى إجراء هذه العقود خارج البلاد وكأن وطنهم ليس لهم لا يمكننا إشاحة نظرنا عما يحصل من تطور في العالم والذي يطاول محيطنا العربي وبالتالي عدم مواكبة تطلعات الشباب على اختلاف طوائفه فضلا عن أن الامتناع عن طرح مشروع على مؤسسات الدستورية أو عدم توقيع قرار متخز هو ممارسة مخالفة لروحية الطائف وميثاقيته وفي وقت أعلن عدد من الوزراء كوزراء الاشتراكي والوزير علي قانصو جهارا تأييدهم للزواج المدني أثر وزراء أخرون الصمت أما الرئيس ناجيب ميقاتي فلم يكن صامتا بل جاء رده على الشكل التالي لكن فيما يتعلق بمسألة الزواج المدني فإننا اليوم نواجه مسائل كثيرة وكبيرة ولدينا هموم وأولويات من الأجدى بحثها عوضا من الغوص في موضوع خلافي كبير متمنيا أن لا يسار هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات من جهة ثانية بحث من خارج الجدول في موضوع انتهاء عقدي شركتي الخلوي فاتخذ قرار بالتمديد لمهلة أقصاها الشهر تكون الحكومة قد اطلعت فيها على المسروع الذي أعده وزير الاتصالات لإدارة قطاع الخلوي ودائما من خارج الجدول الطلب من اللجنة الوزارية التي تعالج موضوع المخطوفين في سوريا التنسيق مع السلطات الفرنسية المعنية معالجة موضوع جورج عبد الله أما بند تأليف هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية فأرجئ في انتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل هذا التأجيل عده بعض الوزراء مؤشرا سلبيا يوحي بأن الحكومة ليست في وارد إجراء الانتخابات فيما رأى وزراء وآخرون أن مجرد إدراج هذا البند في جدول الأعمال هو تبن لقانون الستين اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب تختتم جلساتها واقتراح قواتي يقضي بتمديد عملها يحظى بموافقة الرئيس نبيه بري تقرير للزميل رامز الآضي جلسة تصحيح المسار وإنهاء المصير هي عنوان الجلسة الأخيرة لفرعية قانون الانتخاب إذ تصالح النائبان أحمد فتفة وألاعون بعد السجال الأخير بينهما بناء على طلب من رئيس اللجنة روبير غانم الذي أعلن نهاية عمر لجنته تم يعني مثل ما بيقولوا غسل القلوب سيعد هذا التقرير من أجل الكراءة غدا أمام اللجان المشتركة التي ستعقد أولى جلساتها غدا صباحا إن شاء الله وسيكون هناك نقاش برئاسة دولة الرئيس نبيه بري القوات اللبنانية أخذت المبادرة في ظل مقاطعة المستقبل جلسة اللجان المشتركة بسبب حضور الحكومة غدا وتقدمت باقتراح حل وسط بين المقاطعين والحكومة بكرة على اللجان المشتركة تمديد عمل اللجنة الفرعية لفترة 15 يوم إنما بمهمة محددة هي البحث في قانون الانتخابات المختلط حصرا النائب أحمد فتفت ومن على المنبر نفسها الذي انتقد منه قرار المفتي محمد رشيد قباني بكلامه عن التمثيل بحسب الأحجام إنبرى لموافقة قباني على إلقائه الحرم على الزواج المدني ومن يؤيده من النواب مصلحة الشعب اللبناني إنه الموضوع ما ينترح بالوقت الحالي نعم كيف مدني أنتو يعني بلتزمين للسلطة الدينية لا لا ما نخلط السلطة الدينية إلى دخل بقناعات الناس وبإيمانها بإيمانها شخصي هلأ إذا في لا ما بتفضل عن النواب أبدا كل واحد من جايك بيلتزم بهو بأنعتو مشان هيك أنا أقول إذا في أكسرية بالمجلس النيابي المجلس النيابي منه بحاجة لطيار المستقبل بيقدر يعمل قانون زواج مدني بدون طيار المستقبل إذا المشكلة على طيار المستقبل أو بدون المسلمين في طيار المستقبل إذا كان هذا الموضوع مطروح بها الشكل أما النائب سامي الجميل فحمل راية الزواج المدني وحيدا مستعينا بالمادة 329 عقوبات التي تنص على حرية المعتقد وتعاقب من يمس صلاحية عمل النواب بأي شكل نحن نعتبر أنه التصريح اللي صدر مبارح فيه تعدي على الدولة المدنية فيه تعدي على حق كل إنسان لبناني مكرس بالدستور بأنه يقدر يعيش معتقده ويعيش قناعاته وحرية معتقده مثل ما هو بيريد من حق أي لبناني اليوم أنه يآمن أو ما يآمن الجميل وفي عقدة مشاركة المستقبل في جلسة اللي جان تفاعل بإيجاد الرئيس برري مخرجا مناسبا اجتماع اللجان المشتركة غدا سينفخ الروح مجددا في اجتماعات اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب بناء على اقتراح قوتي مقبول من الرئيس نبيه برري لكن في المقابل تشير المعلومات إلى أن حزب الله والتيار الوطني الحر يصران على أن لا يكون ذلك على حساب اجتماعات اللجان المشتركة بما يفسر تنازلا لتيار المستقبل من ساحة النجمة رامز القاضي قناة الجديد الرئيس نبيه برري يستعرض مع النائب بطرس حرب وجهة نظر مسيحي الرابع عشر من أذار في القانون الانتخابي العتيد حاملا وجهة نظر المسيحيين المستقلين داخل الرابع عشر من أذار في الصياغ المطروحة لقانون الانتخاب زار النائب بطرس حرب الرئيس نبيه برري في عين التيني مشددا على أن أي صيغة يتفق عليها يجب أن تراعي العيش المشترك والوحدة الوطنية بلغنا أنهم متكلين على حكمته وعلى وطنيته وعلى تمسكه بوحدة لبنان لكي نتعاون كلنا سواء لإيجاد المخرج الملائم لإجراء انتخابات نزيهة تمثل كل الشعب أنا مسيحي لبناني بدي طبعا حافظ على وجودي المسيحي أنا بكمان بالوقت زيتي بدي حافظ على وجودي في لبنان أو على عيشي في لبنان مع الطواف الأخرى وإذا كنت مسلم لازم يكون كمان لصة زيتها وهيك أنا باتت فينا نحقق المصلحة الوطنية النائب السابق فيصل الداود وبعيد لقائه بري شدد على دور رئيس المجلس النيابي في العثور على صيغة توفقية ترضي جميع الأطراف نحن كحركة نضال مع قانون الانتخاب لبنان دائرة وحدة مع النسبي للحفاظ على الوحدة الوطنية واللغاء الطائفية السياسية وفي عين التيني النائب روبير غانم الذي سلم بري محضر الجلسات الأخيرة للجنة الفرعية لقانون الانتخاب في حوش الحريمة سنترالون في الهواء الطلق يتواصل عبره النازحون السوريون مع أهلهم وأقربائهم التقليل لزمير رامي الأمين أنت شو أخبارك؟ عم تروح على الجامعة ولا سليب؟ نيح جيد فيه فحوص وهي؟ ايه تمام شو أخبار الشباب؟ شو أخبار الشباب والشلة العاطلة؟ ايه عم تشوفه صعية؟ عم تسمع عنه أخبار؟ لساعته عايش هذا اتصال بين شاب سوري نازح إلى لبنان وصديقه الذي لا يزال داخل الأراضي السورية هنا حوش الحريمة وهذه المنطقة تسمى السنترال لماذا تسمى كذلك؟ في هذه البقعة الجغرافية تحديداً تلتقط الهواتف الخلوية التي تعمل على الشبكة السورية الإرسال من داخل الأراضي اللبنانية ولهذا يتجمع هنا يومياً عشرات النازحين السوريين لمحادثة أقربائهم والإطمئنان إليهم لهذا سميت هذه البقعة من حوش الحريمة بالسنترال هاي المنطقة بتجي عليها هون نحن فيها بيجي فيها تغطية سريتين بيقولوا لهون بس وبنحكي مع أهلنا بيعلمون بيعلم لهم أو أي شيء وبحكي معهم برجع بالتصرفين بتطمن على الأهل بالشام بالزبداني بأي منطقة أهلي بتطمن عليهم شو أخبارهم شو صار عندهم تكلفة الاتصالات عبر الشبكة اللبنانية باهظة جداً قياساً على التكلفة عبر الشبكة السورية تكادوا تصلوا إلى عشرة أضعاف السعر لهذا يشكل السنترال وسيلة أرخص للاتصال بسوريا سأنك تحكي حكي كتير غالي دقيقة يمكن دولار على سوريا دولار على سوريا يعني حالياً ما يوازي 93 ليرة سوريا أنا بعبي فيهم 100 وحدة 100 وحدة نحن دقيقة ب6 ليرة 100 ليرة دقيقة ب6 ليرة تحسبون أنت يعني إلا أنت حكيت دولار مثلاً كم اتصال تحكي منهون صرت حكي تقريباً شي سبع اتصادات حتى منهم على مخطوط الأرضية يعني لأنه بتجي تكلفة أكتر شي سبع ليرة تقريباً السنترال تحول إلى ملتقى للنازحين يأتون بسياراتهم التي تحمل لوحات سورية ويجدون هنا في هذه الفصحة من يقدم لهم الشاي والقهوة ويبيعهم أرصدتاً سورية لهواتفهم كنتقول اجتماع السوريين ونحن نطمئنوا على أهلهم بيجي كتير ناسحين سوريين لهم بيجي كتير هلأ يمكن الطقس من ساعدة بس عادة بيجي كتير على أهلهم يوم الأحد ويوم الجمعة بيكون بشكل زحمة يعني لو ما فيها البقعة شو كان بيكون؟ كنا بنات الفين على اللبنانية مكلف؟ الدولي مكلف كتير ما أضيخ العيش يقول النازحون السوريون لو لا فصحة السنترالي هذه التي تؤمن اتصالاً يومياً بالأهل والأقرباء والتي تخفف من قصوة الغربة القصرية التي يعانونها رامي الأمين قناة الجديد حي السلم ينفض غبار الانفجار عنه بعد فراغ الأدلة الجنائية من عملها والدلائل تشير إلى أن المسألة فردية استعادت منطقة حي السلم حياتها الطبيعية باستثناء الشارع موضع الانفجار فهذه المنطقة بقيت مغلقة في انتظار فراغ عناصر الأدلة الجنائية من أعمالها زينة العبوة بحسب مصادر أمنية قدرت بما يقارب 700 جرام من مادة الـ TNT ووضعت تحت السيارة وجرى أخذ عينات من التربة وبعض شظايا العبوة لمعرفة طبيعتها ونوع المتفجرات المستخدمة من المنطقة كلنا منعرف كما داخل كلها مربطة بكاميرات وأمنية نعرف كيف الأخوان مش معصرين مش بس المنطقة قضاحي بشكل عام لأنه أنت مستهدف فمن هذا المنطقة اللي أعرف كيف هذا اللي قام بهذا العمل مش بعيد من هون وقريب من هون ومرق وراح وإجا وعرفين الشارع شو وضعه إنه ما في كاميرا وبينما كان الأهالي يتابعون أخبار الحادث إنهمك المتضررون منهم في إزالة مخلفات الانفجار كان ابني نايم مادد هانو نايم هذا ابني وينه محمد هلا قام فات على الحمام أو يشرب أو فات على الحمام ما بعرف شو هو فات وطلع على الانفجار فجأة مسمع صوت انفجار أوي أكيد خفنا يعني وارتعبنا أنا قدني لحن الأجواري بدلاً خاف لأنا متضغر حملت حالة وفلات من البيت وفوق الانفجار رشاشات وقواس فتحنا الباب ومشفنا إلا غيمي ثودة عبقى ثودة كتير طلعت أنا وياه على برندا أما قال لي خيء انفجار سيارة سيارة انفجرت سيارة وبلش التاريخ قبل شربع الساعة لاحظت على حدا غريب الحي لاحظت على كل العالم تجي هون طريقنا بطفو السيارات يعني ما في كل ما شفنا شي غلط يعني ابني شوية جروح بوجه مش هاكل الجروح الخفيف يعني بالماء راح وضل في محلات باسم علمي حاولنا نطلع على البرندا كان فيه أصوات كتير بقى على البرندا الآن دخني من سيارة تحت البرندا دخني كتير قوي بعد عم تطلع من السيارة وصاروا الناس يتجمعوا يعني صاروا يحاولوا أنه يردوا لربما يكون شي انفجارتين وقد أخلي سبيل كل من أوقف للتحقيق معها فيما تشير المعطيات الميدانية إلى أن الدوافع شخصية لا سيما أن زينة العبوة 700 جرام ووضعها بين السيارة وحافة الرصيف تؤكدان أن الفاعل تعمد اقتصار الأضرار على الماديات على الرغم من وجود كتل حديدية في المتفجرة باسل العريضي قناة الجديد في جرود جبيل لا تمنح ترخيص للمرامل لكن المفارقة أن نصف هذه الجبال ما هو إلا مرامل التفاف على القانون والغطاء سياسي وأمني في الجزء الثاني من تحقيق زميلة نوال بريه لو كانت هذه الرمال في جرود جبيل متحركة لحاولتها الأخرى الهرب من المنطقة كحال أصحابها بعد الضجة التي طاولت المرامل هناك لكنها بقيت مكانها مشواهة مستغلة وضائعة عن أي صفة ألبست إليها وإن هي لم تستخدم كدليل قاطع على الالتفاف على القانون فإن الأوراق التي حصلت عليها قناة الجديد يجب أن تكون كافية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وبسرعة إذا ما رفع الغطاء السياسي والأمني عن ما في الرمال في المنطقة لاحقنا الترخيص الممنوحة في عقارات عدة للحفر أو نقل استكات أو استصلاح أراد فإذا بالعقارات المرخص لها لاستثمار مستودع مثلا ما هي إلا مرامل قائمة في المنطقة منذ سنوات ترخيص عقار تسعة تسعة تماني والذي استطاعت الجديد الحصول عليه على الرغم من وجود حالات كثيرة تشبهه يثبت أن صاحب العقار أخذ الموافقة لبناء طبقة سفلية وأراد للسكن عام 2008 لكن إن لم تستطع القوى الأمنية تمييز بين مرملة وبناء على مدى خمس سنوات فإن الكاميرا وبالتأكيد استطاعت وبثوان عدة علم أن قائد الدرك أرسل كتابا إلى الأمن الداخلي عام 2010 عن التجاوز الحاصل وطلب إطلاعه إذا كان يحق لصاحب العلاقة القيام بهذه الأعمال عملا بموافقة المحافظ ولكن حتى الساعة الأعمال ما زالت قائمة من دون حسيب أو رقيب في أثناء مقابلتنا أحد أصحاب المرامل حاولنا التواصل مع صاحب هذا العقار لكنه رفض إذا بدك قلها قلها هاك الهوة مش مرملة الهو بده يعمر ما هي المشكلة ما بيعطوا يعني رخصة مرملة هن يبعطوا كشف من الدولة نحنا الساعتها يعني منلتزم إذا أنا أقوله ليشتغل هاك أو بتتعقب أنا بسترجم أشتغل هاك بعدين الكاميون إذا عم بيطلع أنا بدي ألحقه يعني على طريق كما نمرت الكاميون حقه 55 مليون منيح؟ طيب كي بده يشتريها هذا الزلن؟ النائب عن جبال سيمون أبي رميا أكد للجديد أن نواب المنطقة أدوا قصتهم للعلى في تأمين أوتوستراد في المنطقة ينتهي بعد سنتين ورفع الصوت عالياً تضامناً مع أهالي المنطقة في وجه المرامل عم نسمع أنه في مراجع تحمي هذه الكسرات والمقالع من مخول ولا عند المستندات أو الوصائق لأكد أو إن في شيء اللي بدي أقوله فقط أنه صار هذه من صلب مهمة القضاء اللبناني من صلب مهمة وزارة الداخلية من خلال الأجهزة الأمنية تبعها يلي نتمنى أنه ما تكون عم بتغطي يلي عم بيصير إخدين للوزراء معنا ثلاث مرات لفوق وشيخ وقالوا رح ياخدوا التدابير اللازم بهذا الموضوع قانونياً وبعيداً من الإدانات السياسية أو حتى التغطية كيف تعالج المخالفات؟ وفي شروط خاصة واضحة صريحة في ذلك أي مخالفة بمعنى عدم الاستحصال على هذه الرخصة أو استحصال على أي أن كان على رخصة أخرى واستعمالة لغير الغاية المحددة تعتبر جنحة تصل إلى السنة حبس من شهرين إلى سنة حبس وأيضاً الغرامة قوة الأمن عليها أن توقف العمل بهكذا أفعال إذا ثبتت وبالتالي أيضاً عليها ثانياً أن تخابر السلطات الإدارية يعني تراسل المحافظة أو القائم مقامي حتى تتحرك دليل الفساد واضح وموجود والقانون الصارم موجود أيضاً لكن الغطاء السياسي والأمنية في لبنان أقوى من أي قانون وأصدق من أي دليل نوال بري قناة الجديد أهلاً بكم من جديد مواقع التواصل الاجتماعي تنطفض في وجه تحريم المفتي الزواج المدني عرائد إلكترونية وتغريدات وتعليقات وعلى يوتيوب افتي يا مفتي على مواقع التواصل الاجتماعي كان اللبنانية عم يتفاعلوا مع موقف مفتي الجمهوري من الزواج المدني أغلب التعليقات كانت عم تتناول هذا الموضوع ومعظمها كانت مستنكرة لموقف المفتي إذا مش بالمضمون على الأقل بالشكل ولسيما إهداروا دم كل من يؤيد الزواج المدني حتى الاختياري على فيسبوك كثير كانت التعليقات ولكن منتوقف عند وحد مننا للإعلامية بتلفزيون المستقبل الزميلة ديانا مقلد رداً على النائب أحمد فتفة كتبت فيها ما فيك تقول إنك تيار مدني وتكون ضد الزواج المدني كلام فتفة سخيف لا مصداقية له فتفة يدعم موقف المفدي الرافض للزواج المدني كل من يدعي المدنية كذاب إذا وقف ضد خياراتنا اللادينية المدنية وبهذا الإطار عم تنشط الإعلامية بولا يعقبيان أيضاً مع آخرين بإطلاق عريضة إلكترونية بالطالب بالزواج المدني بلبنان يلي بيرغب بالتوقيع على هذه العريضة في فوت على موقع www.ipetitions.com slash petition slash civil marriage lab أما على يوتيوب فالبعض استرجع أغني للفنان المصري مأمون الميليجي افتي يا مفتي ورجع ينشرع على مواقع التواصل الاجتماعي افتي وقل كده على رحتك ما انت مشهود لصرحتك افتي وقل كده على رحتك ما انت مشهود لصرحتك افتي وعلى شنص رحتك خلي الدنيا تشعل المرض على تويتر رئيس الجمهوري العماد مشير سليمان أيضاً كان عم يعبر عن موقفه المؤيد للزواج المدني فكتب ان اهم مرتكزات الوحدة الوطنية هي قانون الانتخاب وقانون الاحوال الشخصية واضاف كما اعلنت موقفي من القانون الارتودوكسي غير الموجه ضد الطوائف المسيحية اعلنت ايضاً تأييدي للزواج المدني غير الموجه ضد الطوائف الاسلامية وتابع رئيس الجمهوري هذا من مسؤوليات الدستورية الذي في مقدمها الحفاظ على الوحدة الوطنية كما انه منسجم مع حق شطب المذهب عن الهوية وضع رئيس الجمهوري واعتبر انه من الواجب احالة مشروع الزواج المدني الذي وافق عليه بصورة مبدئية مجلس الوزراء عام 98 الى وزيري العدل والداخلية او تكليفهما اعداد مشروع جديد ودايماً بهذا الاطار الصحفي جيهاد بزي كتب على مدونته جيبزي.blockspot.com مقال تحت عنوان المفتي يفقد رشده وايضاً كان هناك مدوني للصحفي في داعي تاني تحت عنوان هكذا تكلم محمد رشيد قباني معهد الخبر نوصل لختام فقرتنا لليوم وزير الداخلية يعرض في اتصال مع الجديد مجريات النقاش داخل مجلس الوزراء بشأن زواج المدني معلناً موافقته الشخصية على هذا القانون الاختياري الرئيس الجمهورية ابدى رأيه حول حول موافقته على اصدار قانون لزواج المدني الاختياري وايده كثير من الوزراء بس لم يطرح طبعاً للمناقشة بمجلس الوزراء لم يطرح للتصويت طرحت منقشة لأخذ أراء أغلب الوزراء إذا مش أكتريتهم موافقين على الزواج المدني الاختياري ورئيس الحكومة قال انه طرح بهالظرف هيدا يمكن طرح طرح مش مناسب تبقى وقلت أنه لحد هلأ ما فيه أنون بنظم العلاقات الزوجية المدنية الزواج المدني ما فيه أنون لحد هلأ بنظري أنا بس بلنا نستشير طبعاً حقوقيين وأنونيين وفيه هيئة استشارات عليا مثل معرفة وزير العدل لحي تهتم بهالموضوع عون ينفي حاجة قانون الانتخاب إلى الإجماع كتلة المستقبل تقاطع جلسة ساحة النجم غداً وأخبار إضافية في صفحة أخبار سياسية عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في بعبداء المشاريع الانتخابية المطروحة قيد التداول مع وزير الأشغال العامة غازي العريضي أكد النائب ميشيل عون بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح أن قانون الانتخاب لا يحتاج إلى إجماع وأن مقاطعته لن تعطي لإقراره أريد أن أفهم طيار المستقبل يما هن سنة يما هن نواب بالسياسة أذا هن سنة بدون يقاطعوا حرين بس أذا هن نواب ما إلوا حق يأخذوا أي موقف مواطعة يتفضلوا يشرفع مجلس النواب ويلتزموا برأي الأكترية هيدا خروج عكال الممارسات الديمقراطية لو في شي سبب منيح بعدين يعني أكتر شي هوني بالموضوات اللي بيحكوا عن إجماع مع تقدين أنه غيابهم بيمنع إقرار الأنون أنا بقول للكل بفكر والتفكير غيابهم ما بيأسر بعد اجتماعها الأسبوعي أعلنت كتلة المستقبل مقاطعتها أي نشاط نيابي أو سياسي تشارك فيه الحكومة إن الكتلة المعتشديدها على أهمية النقاش النيابي لتطوير أفكار ومشاريع تختص بقوانين الانتخاب تعلن بوضوح انسجام مع موقفها ومقررات تحالف مع كوى 14 إدارة في 30 تشرين الأول الماضي مقاطعتها أي اجتماع أو نشاط نيابي أو سياسي تشارك فيها هذه الحكومة التي يسيطر عليها حزب الله أثار الرئيس إيميل لحود أمام زواره مسألة التجاذب السياسي الحاد الحاصل حول قانون انتخاب مجلس النواب وقال إن مثل هذا القانون يجب أن يكون على قياس الوطن لا على قياس أحد في الوطن وأن يخرج من الحسابات السياسية الضيقة تابع النائب غازي يوسف حملته ضد وزير اتصالات قول صحناوي مشيرا إلى أن أكثر من 70 مليون دولار ضائعة في الصفقة التي أعلنها وزير الاتصالات ولا أحد يعلم عمليات النهب التي تجري في الوزارة وقال طلبت من الرئيس بري تأليف لجنة برلمانية للتحقيق فيما يحصل تناول عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشيل موسى قضية السجون في لبنان انتلاقا مما يحصل في السجن الرومي متسائلا في مؤتمر صحفي عن أسباب تأخير إقرار الحلول رأى النايب حسن فضل الله أن التذرع بمقاطعة جلسات اللجان النيابية بسبب مشاركة الحكومة فيها هو انتهاك كبير لصلاحياتها موقف فضل الله جاء لدى رعيته افتتاح معرض السراج المنير للكتاب الذي تقيمه التعبئة التربوية في حزب الله في كلية الحقوق الجامعة اللبنانية الفرع الخامس في صيدة في عين التيني استقبلت زوجة رئيس مجلس النواب رندابري السيناتور الأمريكي سام زاخم يرافقه الدكتوران نيكولا براق ونادر بوحسن الذين أبدوا استعدادهم للمساهمة في انطلاقة جامعة فينيسيا الدولية في الجنوب في صيدة خوف من فسوح اثنين وفي السكسكي في منطقة الزهراني أبنية وأراضي مهددة من جراء زلزال ضرب المنطقة أطلق أهالي مبنى السلام الكأن في تلة مارلياس في صيدة صرخة استغاثة محذرين من إمكان إنهياره في مشهد مكرر لمبنى فسوح ما يتهدد مصيرا نحو 14 أسرة تقطنه صرخة الأهالي جاءت بعد انهيار أجزاء من جدران الشقق فيه وظهور تصدعات كبيرة بسبب الحفريات التي جارت في الأرض المجاورة للمبنى كما يقول الأهالي هلأ بس بلشوا الجرف هون تحت البنية بعرفش من اللي عبي يجرفه المهم صار عندنا تشاققات كتير بالبنية فيه أروح طفيلة هون أروح ناس 14 عائلة نحنا عايشين هون وما قلناش مطرحتين ينروح عليها فضينا الغرف وهربنا لولاد ومش قادرين نقعد بالبيوت مش قادرين ننام كمان هاي زي ما انتو شايفين الخراب عنا ضرب حي العصيمي في بلدة السكسكية في منطقة الزهراني ما يشبه الزلزال أدى إلى حصول انزلاقات هائلة في التربة وانهيارات في البساتين وتشققات كبيرة في الأراضي والمنازل الواقعة في الحي المذكور أصق زلزال أصق علينا وجبنا لمهندز قالنا ما فيكن تنموا بهذا البيت طول ما هلا جاي عاصفة تانية لأنه علمنا الفسوخة ومن يوم ليوم عم يفتح الفسوخة أكتر تلفلنا لرأس البلدية مش عم بيجي توعدنا نحيا اليوم عبناء تيجي الكاميرا ونصور وكذا ما اجي رأس البلدية بعثنا اسمنا على الإغاثة الإغاثة ما اجت قانية ماء هاي دي كانت لنسق العرب لما طلع الزلزال اجت الزلزال طلعت أبت كلها وأخبت الفسخ نزلت من هون هاي طريقة هاي ها هاك لأهناك وفي ظل غياب الملاجع الرسمية حذر مهندسون معماريون السكان في المنطقة من البقاء في منازلهم بعد ظهور تصدعات وتشققات كبيرة في البيوت والمنازل عائلة الإعالي في طرابلس ترفع الصوت عاليا بعدما اشتاحت منزلها مياه الصرف الصحي بعد مناشدات عدة لبلدية طرابلس من أجل سحب مياه الصرف الصحي التي فاضت داخل منزلهم رفعت عائلة الإعالي الصوت عاليا بوجه البلدية سيما وأنه يقطن في المنزل عائلة لديها أطفال إضافة إلى رجل عجوز وامرأة تتلقى العلاج من مرض الرب كم سنة صرف عايش هنا يا أبي هاك 25 سنة من 25 سنة المنزل الكائن في محلة أبي سامرة في طرابلس يتعرض كل شهر إلى طوفان مياه المجارير بسبب وجوده دون مستوى الأرض مما شكل كارثة إنسانية بحق قاطنيه دون أن تحرك البلدية ساكنا أربعة توائم يرون النور في مستشفى بلفيو والأسرة منخفضة الدخل تناشد وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية المساعدة تحت سقف الفقر وبين جدران الحرمان وضعت هذه الأم توائمها الإناث الأربع اللواتي رأينا النور قبل أيام بعدما سبقتهن إلى الحياة شقيقة كبرى لم تتجاوز ثلاث سنوات التوائم لازلنا في الحاضنات لتلقي الرعاية اللازمة والوالدة التي كبرت عائلتها فجأة يعتصرها لمضيق ذات اليد بعدما حالت ظروفها المعيشية الأكثر من صعبة دون فرحتها في استقبال مولوداتها الجدد فأطلقت وهي تغالب دموعها صرخة استغاثة علها تلقى صدا في نفوس أهل الخير جبتهم أربع أولاد بنيت بدي حدا يساعدني لأنه مش عفيني أنا يعني الدولي ما خلينا بيب ما دقينا على كل العالم أنه يساعدوني بس لأنه نهني بالكوفاز وأنا ما عاشي أنجل يعيشني أنا وجوزي نشدنا وزيري الصحة ما خلينا بيب دقينا علي ما حدا ما حدا بيان يعني منصوبون موائل بفعور كمان قالونا روحوا لعندو حكينا مع مكتبه على أساس أنه يساعدونه وما حدا ساعدنا بعد وفي انتظار العون من ذوي النفوس المعطاء الوالدة ومولوداتها يحظينا بالرعاية الصحية في أحد المستشفيات الذي تعجز عائلتها عن سداد فاتورة مستحقاته نحييكم جديد ونوصل تقديم النشرة تقرير غربية تتحدث عن سيناريو إسرائيلي خليجي لاستفزاز حزب الله واستنزاف ذخيرته أفادت تقارير غربية عن ورود معلومات تشير إلى استعدادات للحلف الإسرائيلي الخليجي لاستنزاف حزب الله في حرب طائفية داخلية وذلك ابتداء من الفصل الثاني من هذا العام تبدأ التقارير بالحديث عن مصالح إسرائيل في المشرق تحديدا في إطار النفط والغاز حيث تمكنت إسرائيل من خلال توقيعها اتفاقات استخراج الغاز والكهرباء من الحصول على استقلالية اقتصادية لمدة قرن من الزمن على الأقل وفي هذا الإطار تنسق إسرائيل مع دول خليجية لمد أنابيب نفط إلى أوروبا مروراً بسوريا لكن هذه النوايا اصطدمت بدمشق التي رفضت في تشرين الأول من عام 2011 طلباً تقدمت به هذه الدول الخليجية قبل عام لمد الأنابيب عبر سوريا لم تمضي أسابيع حتى اندلعت أولى التظاهرات في دمشق بتحريد من أحد شيوخ الجامع الأموي وهو معاذ الخطيب الذي كان موظفاً في شركة نفط الفرات التابعة لشركة شال البريطانية الهولندية وهكذا بدأت موجة التظاهرات التي تلتها العمليات العسكرية التقارير الغربية تحدثت عن سياسة إسرائيل في تأخير الأطراف العربية من الاستفادة من ثروتها النفطية فكانت السلطة الفلسطينية أولى الخاسرين فيما وضع سوريا الأمني لا يسمح لها بعقد اتفاقيات أما لبنان فبحسب هذه التقارير تعتمد إسرائيل فيها على حلفاء لها يعملون على تأخير اتخاذ القرارات الناجزة وبعد استعراض أهداف اللاعبين والتخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي للاستفادة من حقول النفط والغاز رأت المصادر الغربية أنه لم يبقى أمام إسرائيل في المنطقة إلا التحدي الرئيس وهو التخلص من جبهة الممانعة وقد نجحت إسرائيل في ضرب الحلقة المركزية لها وهي سوريا ومهما تمخضت الأمور بنتيجة أحداث هذا البلد فإن القرار السوري المقبل ليكون ملتزما بالمقاومة بنفس التزام النظام الحالي واعتبرت التقارير الغربية أن سوريا الجديدة لن تشكل خطرا على إسرائيل فإذا اتفق الجانبان بدأت مسيرة جديدة فيها على الأقل قرار وقفي أو أحسن الأحوال تخفيف وطيرة الإمدادات لحزب الله عبر سوريا وإذا فشلت المفاوضات فإن سوريا تصبح مجموعة من الإمارات والدويلات التي لا تسيطر عليها سلطة مركزية واحدة ما يناسب إسرائيل أيضا وبذلك تصبح مناطق واسعة من لبنان مفتوحة لتموين سوريا عسكريا خصوصا في مناطق لبنان الشمالية والمعطيات توحي بأنه قبل انتهاء الفصل الأول من عام 2013 سيكون عدد اللاجئين قد وصل إلى ربع مليون سوري وسيكون الملاذ الآمن اللبناني متوفرا لخمسة ألاف مقاتل إسلامي على الأقل بعضهم موجودون الآن في سوريا يتم توزيعهم على الشمال والمناطق السنية اللبنانية وبعض جيوب المخيمات الفلسطينية وأيضا سيكون قد تم استنفار مقاتلي أحزاب خصوم حزب الله المحليين ويقدر عددهم بألفي مقاتل هذا وسيكون قد أعيد استنفار عملاء إسرائيل في لبنان وعددهم يقارب الألف وستمائة من مستويات ورتب مختلفة فيما ستكون سيناريوهات استفزاز حزب الله قد تم إعدادها وتم ترتيبها وفقا لبرنامج أفضليات معين يترك للقيادة الإسرائيلية مجال الانتقاء منها وبعد استعراض التقارير الغربية لاستراتيجية حزب الله الإجبارية أكدت التقارير أن هدف إسرائيل في لبنان هو أولا استفزاز حزب الله وإجباره على استنزاف ذخيرته في حرب داخلية لبنانية كما يريد أن يعمم القلاقل في لبنان لتعطيل القرار اللبناني المتعلق بالنفط والغاز وللوصول إلى هذه الأهداف حشد الحلف الإسرائيلي الخليجي الموارد اللازمة للمباشرة بتأزيم الوضع وهي حوالي خمسة ألاف مقاتل إسلامي على الأقل بعضهم ما زال يعمل في سوريا وبعضهم موجود في لبنان حوالي ألفين مقاتل لبناني ملتزم من تابعين للأحزاب المتحالفة حوالي ألف وستمائة لبناني عميل لإسرائيل وأخيرا موارد مالية واسعة وتضيف التقارير الغربية أن إسرائيل تدرس الآن أنجع الوسائل المؤدية لاستفزاز حزب الله مع خلق اضطرابات سياسية في لبنان تؤخر القرار المتعلقة بالسياسة النفط والغاز العثور على أكثر من خمسة وستين جثة في حي بستان القصر في حلب طرفان نزاع يتبدلان الاتهامات واستمرار المعارك في مناطق سوريا والمفد الدولي الأخضر الإبراهيمي يقدم ليلة تقريره حول مهمته إلى مجلس الأمن الدولي عثر على خمس وستين جثة على الأقل في حي بستان القصر في مدينة حلب لشبان أعدموا رميا بالرصاص في الرأس واتهم مقاتلون معارضون النظام بإعدامهم ووصفوا العملية بالمجزرة فيما أكد مصدر أمني تابع للنظام أنهم قتلوا على أيدي مجموعات إرهابية بعد خطفهم لافتا إلى أن الجثثة بمعظمها تعود إلى مواطنين من بستان القصر ميدانيا استولى مقاتلون معارضة على مركز للأمن السياسي وعلى جسر السياسة عند المدخل الشمالي الشرقي لدار الزور المؤدي إلى محافظة الحسكة وعلى جسر الدر الأصغر الموازي بعد معارك عنيفة مع الجيش النظامي بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وفي إدلب تمكن مقاتل المعارضة من السيطرة تقريبا على مجمل سجن إدلب وتعرض السجن لقصف مدفعي من قوات النظام وزير الدفاع المصري يحذر من انهيار الدولة في ظل استمرار الصراع السياسي والأمن المصري يحبط محاولة فرار من أحد سجون السويس في أول تصريحات يدلي بها منذ اندلاع الأزمة السياسية الجديدة وأعمال العنف في مصر حذر وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي من استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد الذي قد يؤدي إلى انهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة وأكد السيسي أن الجيش سيظل العمود الفقري الذي ترتكز عليه أركان الدولة وفي مستجدات الأحداث حول المئات من نزلاء سجن عطاقة في مدينة السويس غالبيتهم من الجنائيين الفرارة خلال اندلاع المنوشات بين متظاهرين يلقون الحجارة وأفراد الجيش قرب مركز للشرطة وأدرم نزلاء النار في محتويات خشبية بالسجن لكن أفراد الشرطة تمكنوا من السيطرة على الحريق قبل حدوث أي أضرار جسيمة وفي الإسماعيلية شرقي القاهرة خيم الهدوء الحذر بعد تظاهرات عمت شوارع مدينة الإسماعيلية عقب إعلان الرئيس محمد مرسي حالة الطوارئ في المدينة ومدينتي السويس وبرسعيد وردد المتظاهرون شعرات تطالب بإسقاط النظام وإلغاء حالة الطوارئ ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص إلى ذلك نظم عشرات المتظاهرين من أعضاء القوى الثورية في محافظة الشرقية مسيرة جالت شوارع مدينة الزقازيق إحياء لذكرى ما سمي بجمعة الغضب وأدى المتظاهرون صلاة الغائب على أرواح الشهداء ثم تجمعوا حول النصب التذكاري للجندي المجهول ورددوا الهتافات المعادية لما وصفوه بحكم المرشد وجماعة الإخوان المسلمين كما نددوا بارتفاع الأسعار بعدها توجهوا إلى محيط منزل الرئيس محمد مرسي حيث حالت قوات الأمن دون وصولهم إليه صفحة أخبار منوعة من العالم في هذا التقرير أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران عن نجاح عملية إطلاق قرد إلى الفضاء وعودته إلى الأرض سالما وقد وضع القرد في صاروخ ارتفع في الفضاء نحو 120 كم قبل أن يعود أدراجه ويهبط على الأراضي الإيرانية وزارة الدفاع الإيرانية رأت أن نجاح عملية الإطلاق خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال الاختبارات العلمية والبيولوجية في الهند اختتم المهرجان الدولي للجمال بسباق في صحراء راجستان حيث تجمع المشاهدون لمتابعة الحدث المهرجان الذي استمر ثلاثة أيام أتاح لزواره مشاهدة الجمال ترقص على الموسيقى الهندية التقليدية ومصارعة الجمال وغيرها من النشطات ومن سباق الجمال إلى سباق العربات الخاصة في تايلند حيث يركب كل عربة خاصة للتسابق على مسار يبلغ طوله كيلومترا ونصف المنظمون لفتوا إلى أن السباق السنوي كان قد انطلق قبل خمس سنوات وكان المتسابقون يجرون أسرة المستشفى قبل أن تتطور الفكرة إلى أشكال أكثر إبداعا فصيلان جديدان من الكلاب يدخلان في مهرجان وستمينستر كانالكلاب سنوي للكلاب ما يجعل مجموع أنواع الكلاب المشاركة في المصابقة 187 وتبقى فصائل اللابرادار والجولدن ريتريفرز والجيرمن شابرد الأكثر شعبية في المصابقة التي ستقام منتصف شهر شباط وسيشارك فيها أكثر من 3200 كالب اعتذر مالك صحيفة سانداي تايمز البريطانية روبرت ميردوخ عن كاريكاتير نشرت صحيفة انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ووصف الرسم بالبشع والعدائي ويصور الكاريكاتير نتنياهو على هيئة عمل بناء ضخم جثة بأنف كبير محمر يبني جدارا على أجساد الفلسطينيين والإسمنت ممزوج بدمائهم ونشر بعنوان الانتخابات الإسرائيلية هل يستمر تعزيز السلام وكتب ميردوخ على حسابه على موقع تويتر لم يعكس جيرالد سكارف يوما أراء سانداي تايمز لكننا على كل حال مدينون باعتذار كبير عن هذا الرسم الكرتوني البشع والعدائي ونفت سانداي تايمز أن يكون الرسم معاديا للسامية قائلة إنه استهدف نتنياهو للشعب الإسرائيلي وقالت الصحيفة إن توقيت نشر الرسم ارتبط بفوز حزب نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية وأثار الكاريكاتور الذي تزامن وتوقيت ذكر المحرقة النازية موجة انتقادات واسعة في بريطانيا لسيما في الأوساط اليهودية واتهم السفير الإسرائيلي دانيل توب صحيفة سانداي تايمز بأنها تجاوزت الخطوط الحمر كما وجه رئيس الكنيسة راوفين ريفلين رسالة احتجاج شديدة لهجة إلى رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو واتهمت رابطة مكافحة التشري ومنظمات اليهودية أخرى سانداي تايمز بمعادات السامية وطالبت الصحيفة باعتذار فوري كان في النشرة الزواج المدني يطلق بعبدة والسرايا ومواقع التواصل افتي مفتي تقرير الفرعية في عودة بري وتصحيح المصير انتهى تم يعني متل ما بيقولوا غسل القلوب في لاسة اثنان مافيا الرمال اعظموا رميا بالرصاص في حلب ارسال سوري في بقعة لبنانية عم تشوفه صحيح عم تسمع عنه اخبار بس ساعة عايش كان في النشرة ايران تغزو الفضاء بقرب كان هذا كل شيء حتى الساعة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة